فبعد إصدار التقرير الذي أنجزه من جسد وطني حط الإنسان حول الهجرة وحول المجهودات التي يقوم بها المغرب في ميدان الهجرة تنظيمها لأن ليس هناك إلا المحاربة هناك كذلك الاستعمال والتنظيم فأمر جلد مالك نصره الله بهذا الاجتماع لأولا يظهر المغرب أن هذا المشكل يأخذه بجد وأن له تصور وله رؤية متمشية مع تاريخه ومع تقالده فيما يتعلق استقبال الأجانب على أرض المغرب وهناك عدد من الطلبة الأفارقة هناك عدد من المواطنين شمال وجنوب يوجدون في المغرب وبطبيعة الحال هناك حالة كذلك التي نسميها الهجرة الغير القانونية التي نتعامل معها وأعطى جلد الملك نصره الله تعليمته الصارمة ليكون تعامل بحسب القانون وبإنسانية وبمراعاة لحلول ما يمكن أن يحل من هذه المشاكل فسننكبه على هذه الملفات الوزارات التي يهمها الأمر انطلاقا من المقتضيات الدستورية ومن تعليمات جلالة الملك المغرب اليوم نكب على هذا الملف المهم ديال الهجرة وديال اللجوء في إطار التزامته الدولية والسياسة الإفريقية اللي كينهجها المغرب وبالتالي فهناك تعليمات ديال جلالة الملك على أن جميع القطاعات الوزارية اللي عندها علاقة بهذا الموضوع وغيرت وضع واحد رؤية واحد نظرة جديدة وغيرت ونحاول ما أمكن يكون حوار داخلي في موضوع شائك اليوم المغرب مهتم في إطار التزامته الدولية بشيء يعطيه واحد البوع الجديد لسياسته الإفريقية وللمستقبل في علاقته الإفريقية وبالتالي بمدام سياسة الهجرة ومدام المهاجرين عنده ومع لقبات الملف في المغرب وهذا يعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بمقاربته مقاربة إنسانية ومقاربة راقية